مستغنم المدينة العتيقة الضاربة جدورها في أهماق التاريخ تسخر بمعالم أتارية وتقافية لا تزال شاهدة على أصلتها ومن بينها المسجد الماريني بالحي العتيق طبانا يتربى على مساحة 1200 متر مربع تم تشهيده سنة 740 هجري الموافق 1340 ميلادي على يد السلطان بن سعد الماريني الملقب بأبي العنان ليكون نقطة انطلاق في بناء مدينة مستغنم القاتمة فهو فيه سواري كثيرة يعني ما يفوق الخمسين سارية والأقواس التي غير شكلها بقي إلا قوسين على الشكل القديم يعني هي في المدخل من جهة بيت الوضوء وله أبواب باب كبير الباب المركز الكبير وباب بيت الوضوء وباب النساء من هنا يعني من جهة الشرقية ويحاذيه دار القاضي التي كانت محكمة شرعية في ذلك الوقت وكان يعني يأتي إليها المسلمون لأخذ الفتوى ويعني عقد إبرام عقود الزواج والطلاق وغير ذلك هذا وقد حول هذا المسجد إلى استبل الخيول ومغزل الدخيرة خلال فترة الاستعمار الفرنسي ليتم استجاعه مباشرة بعد الاستقلال وصنف هذا المسجد سنة 1979 إلى معلم أثاري وفي آخر التسعينيات يعني إعادة ترميمه للحفاظ على هذه المعالم الأثارية لتزخر بها كثير من ولاية مستغلمة هذا المسجد أثاري ولكن يحتاج إلى عناية يحتاج إلى ترميم يحتاج إلى حي طبان هنا يحتاج إلى ترميم باش يجو الصوح ونحن نحافظ على هذا الإرث هذا ويبقى الجامع الكبير بالمدينة العتيقة شامخا ومنارة مديئة ليواصل بعد أزيد من قرن أداء دوره الديني والتربوي